وللمزيد من التفاصيل حول فعليات مهرجان العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو لانين باسم أرصد لنا أجواء الاحتفالات في مهرجان العالمين تحياتي إليك من مدينة العالمين الجديدة وربما كان أو ما قاله المواطنون فيه التقرير يعني أبلغ من مئة تقرير لأنه هم يعني شاهد على الحدث وعلى المتعة وعلى الفرحة ولكن يعني نحن نضيفه إلى القصيد بيتا نحن هنا في العالمين الجديدة وسط الممشى السياحي نعايش المواطنين هنا فرحة التواجد وفرحة أن مصر لديها مكان رائع بهذه الفخامة وهذه الشياكة على الطلالة المتميزة على البحر المتوسط في مدينة يعني نستطيع أن نقول بأنها تتميز بأنها تتوسط ما بين الإسكندرية ومطروح ويأتي إليها المواطن السكندري والمواطن من مطروح باعتبارها متنفس للجميع خروجا من المحافظة ومن القاهرة أيضا فضلا عن الزوار الموجودين في القرى السياحية المجاورة في نطاق العالمين طبعا كرنفال الحدث الأكبر كرنفال العالمين تحت مسمى العالم العالمين مستمر في تقديم فعالياته والتي يتم التحضير لها على قدم وصاق في هذه يعني نستطيع أن نقول الساعات الأخيرة ومعنا في أول فعاليات نهاية الأسبوع يوم الخميس الحفل الكبير الساهر الحفل الغنائي الذي يحيي الفنان الكبير متحط صالح صحبة الفنان رهام عبد الحكيم ويوم الجمعة لدينا حفل غنائي كبير أيضا يحيي الفنان حميد الشاعري والكينج محمد منير في احتفالية كبيرة ينتظرها عشاق الفنانين وتختتم الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع يوم السبت مع حفل للفنان إليسا والفنان تامر عشور وبهذا تكون فعاليات هذا الأسبوع قد انتهت وطبعا هناك فعاليات أخرى مستمرة على مدار الأسبوع فعاليات رياضية وفعاليات عروض طيران والعب مائية وعروض في الشارع هنا في الممشى السياحي وسط بهجة من الجميع وسعادة ومبسوطين أن هناك شيء يحدث كهذا في مصر نعم إذن هو زخم في مهرجان العالم عالمين من ساحل البحر المتوسط والعالمين الجديدة أشكرك باسم أبو العنين مراسلات تلفزيون المصرية